في ختام فعاليات مؤتمر البرلمانيين العالمي للشباب في نسخة الثامنة بشرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية أعرب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن شعوره بالاعتزاز لاحتضان مدينة شرم الشيخ لهذا المؤتمر لتصبح منارة للفكر والثقافة العالمية من خلال استضافتها لمثل هذه المؤتمرات كما أعرب عن فخره بما شاهده خلال المؤتمر من حوار بين شباب العالم وأضف رئيس مجلس النواب أن قضية المناخ تمثل تهديدا وجوديا للعالم بأسره وأن حوار الشباب هو ضرورة ملحة تفرضها التحديات النوعية التي يواجهها العالم على مدار اليومين الماضيين تابعت بمزيد من الفخر والاعتزاز ما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب من حالة حوارية راقية وبناء بين شباب البرلمانيين من برلمانات العالم والخبراء وممثل مؤسسات المجتمع المدني وهم يتبادلون الرؤى والخبرات فيما بينهم تجاه القضايا الأخطر عالميا بل أهم قضية من بين هذه القضايا وهي قضية تغير المناخ التي تمثل بحق تهديداً وجودياً لمقدرات عالمنا بأسره وهو ما يرسخ فكرة أن الحوار بين شباب العالم بجميع فئاته لم يعد رفاهية وإنما ضرورةٌ ملحة ترجمة نانسي قنقر